تحية طيبة أحبتي بشاهدي شاشة زاكروس الفضائية وأهلا وسهلا بكم في تغطية اليوم ستكون من داخل نقابة الفنانين العراقيين لإحياء حفل احتفاء بالفنان الراحل كنعان وصفي ولمزيد من التفاصيل خليكم ويانا تقيم اليوم نقابة الفنانين العراقيين المركز العام في بغداد حفل استذكار للفنان الراحل كنعان وصفي الذي يعد فنانا شاملا عمل لسنوات طويلة في مجال الموسيقى والغناء والمسرح والسينما وكانت له مشاركات في مصر في أفلام سينمائية عديدة كنعان وصفي من الظواهر الفنية ظاهر فنية عراقية لماذا؟ لأنه اشتغل في أكثر من مجال إبداعي فهو المؤلف الموسيقي هو الملحن الموسيقي وهو الممثل إضافة إلى كتاباته كان يكتب في الصحافة ويكتب في كل المجالين كنعان وصفي كان سفيرا للعراق تشارك في الكثير من الأفلام السينمائية العربية نذكر فيلم أعتقد الذي ذكره شيء ما اختر رسول كنعان وصفي لديها أعمال موسيقية لا تزال خالدة في أثاننا مثل أغنية صدفة يا هواي التقينا أو إن شودت لست أحيا بلا غدي المهم كنعان وصفي أن نحتفي بيليوم ونحتفي بواحد من رجالات الفن العراقي الموسيقي والسينمائي فهذه إبادرة ليست تفضلا من النقابة بإنما واجب النقابة أن تحيي ذكرى هكذا فنانين فالنقابة هي جدير بأن تحيي رغم أنهم أحياء في ذاكرتنا طبعا هي مبادرة مهمة جدا تحسب للنقابة وتحسب أيضا للفن العراقي الاحتفاء بعلم من أعلام الفن العراقي الراحل كنعان وصفي أنا أعتبره بمثابة نشان انتصار للفن العراقي بعد هذه المرة على العصيبة اللي مر بها العراق أبان التحول الديمقراطي وجود أيضا رموز للفن العراقي مثل الأستاذ الكبير فاروق هلال هذا اليوم هو إنعاش لهذه المسيرة حقيقة ونأمل أن تستمر هكذا أنشطة الاحتفاء بالرواد باللي تركه وبصمة مهمة على صعيد الدراما والسينما العراقية والفن العراقي بأسرة أهم لأنه هذا الدافع المعنوي والدافع أيضا الفني للاستمرار بالإنجاز وإيضا نوعية الإنجاز لأن اليوم أنت تتطرق لعمالقة وعلامة في هذا الجانب وبالتالي هي فعلا مناسبة تنتصر لرقي الفن العراقي مثلا بالراحل كنعان وصفي يوم احتفالية للراحل كنعان وصفي طبعا إحنا مو بس يعني الفنانين يعني قصد المماثلين الواسط الفني الواسط الفني أجمع يكون موجود بنقابة الفنانين ليش؟ لأن كل احتفال لازم الفنان العراقي يكون موجود ليش؟ لأن يعرف يعني الفنانين يعرف الفنانين الراحلين ويعرف أموره مو بس أنه خلص عنده إداء مثلا مسلحة أو إداء مسلسل أو إداء يعني يريد يقدم فالشي وبس يعني يحتوي بس عاي الشغلات المماثلة لا المماثل كل هاي الأمور ترجمة نانسي قنقر